بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج يروي آية الله السيد الكربلائي كنا في محضر السيد حمز المسوي وقد أخبرنا بهذه القصة إن أحد العلماء الكبار ذوي الشأن كان يخاف من هولي ليلة القبر الأولى إلى أن رأى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في عالم الرؤية فقال له مولاي إنني قرأت لكم العزاء مدة كبيرة وخدمتكم طوال عمري ولكنني أخاف كثيرا من أول ليلة في القبر فقال له الإمام الحسين عليه السلام ومن أي موقف فيها تخاف قال عندما يات الملكان ويبدأان بسؤالي فينعقد لساني فقال له الإمام الحسين عليه السلام وأي ملك سيجرأ على سؤال خادم لنا إن سؤاله وجوابه عندنا لماذا لا يجرأ الملكان على سؤال محبي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لأنه وكما روية في كتاب لسان الذاكرين الدمعة الساكبة أنه عندما قطع أو قطع شمر اللعين رأس سيد الشهداء عليه السلام قال رأيت شفتاء الحسين عليه السلام تتحركان فلما قربت أذني منه سمعته يقول إلهي شفاعة شفاعتي لشيعتي ومحبي نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن نحصل على شفاعة الإمام الحسين على محبة الإمام الحسين لنا إن شاء الله تعالى وكما قال الإمام الحسين عليه السلام من يتجرأ أن يسألنا ونحن جميعا جميعا خدم للإمام الحسين عليه السلام لا يوجد بيت من بيوتنا إلا وهو يخدم الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في زيارة الأربعين في ليالي الجماع لا يوجد لدينا شخص إلا وقد مشى إلى الإمام الحسين بكى على الإمام الحسين خدم في موكب خدم في حسينية خدم في زيارة فكلنا خدام للإمام الحسين وجميع نسائنا خادمات للإمام الحسين عليه السلام فكيف يجرأ ملك من الملائكة ويدخل الخوف في قلوبنا سواء في القابر سواء في البرزخ سواء في يوم القيامة ونحن خدمة الإمام الحسين عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخدمة خدمة موفقة إن شاء الله تعالى مقبولة عند الله وعند أهل البيت هذه الخدمة الموفقة يجب أن تكون موافقة لأخلاقنا خصوصا مع أهلنا مع زوجاتنا مع آبائنا وأمهاتنا مع أخواتنا وأخواننا وأولادنا إذا كانت أخلاقك بهذه الصورة الطيبة مع أهل بيتك فاعلم بأن خدمتك مقبولة وأن هذه الحادثة هي لك وليس عليك حج لك وليست حج عليك فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في خدمة الإمام الحسين عليه السلام وفي خدمة العيال إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر